طيب اتحاد الكورة النهاردة بيعلن على انه بدأ اجراءات الخطوات الاجرائية في تطبيق الفار وبيقول انه بدأ مخاطبة بعض الشركات مخاطبة الجهات الامنية مخاطبة الجهات المسؤولة في محاولة تودبير احتياجات تطبيق نظام حكم الفيديو المساعد وبيحدد كمان 3 يناير موعدا لتكريم المنتخب الولمبي اللي فاز ببطولة افريقيا واللي تآهل لكأس العالم او لدورة توكيو الولمبية لكن ما لفت نظر النهاردة نهاردة تحديدا من اتحاد الكورة في قرارات صدرة من ادارة المسابقات بغرامات وعقوبات وقرارات صدرة من لجنة الانضباط بقرارات وعقوبات تانية تانية عن حالات تانية عن مباراة تانية هقولك وانت اقول لي ايه الفرق بين الاثنين يعني لجنة ادارة المسابقات قررت ادارة المسابقات بالاتحاد المصر لكورة القدم توقيع غرامة مالية 50 الف جنيه على المدير الفني لفريق الزمالك لعدم حضور المؤتمر الصحفي بعد مباراة الجيش طيب يعني اذا انت بتعاقب على عدم حضور المؤتمر الصحفي من قبل ادارة المسابقات توقيع غرامة مالية على النادي الاهلي 10 تلاف جنيه لعدم تسليم بطيقات التعارف لبعض اعضاء الجهاز الفن والاداري اللي حكم مباراة فريق امام حرص الحدود ايقاف محمد عبدالله مدرب الانتاج الحربي مباراة واحدة وغرامة 40 الف جنيه للطرد خلال مباراة فريق مع طنطة وايقاف حسن علي عبدالرازق لعب المقاولون مباراة واحدة للطرد لسابق انزاره خلال المباراة مع ودي دجلة اذا دي قرارات عقابية من ادارة المسابقات عن حالات حدست في مباراة الدوري وفقا لتقارير المراقبين ومراقب المباراة بعد الظهر او بعدها بساعة قررت لجنة الانضباط والاخلاق بالاتحاد المصر للكرة القدم ايقاف احمد فؤاد مدير الكرة بنادي طلاع الجيش 3 مباراة وتغريمه 50 الف جنيه لما بدر منه من سلوك او سلوك غير رياضي وفقا لما جاء في تقارير مراقب المباراة مباراة مع الزمالك اللجنة قررت ايقاف احمد زاهر ادارة الزمالك 3 مباراة وتغريمه 50 الف جنيه لما بدر منه في حق الحكم خلال نفس المباراة وفقا لتقارير المراقب ايقاف عمر عبد السلام مدرب حراس الزمالك 3 مباراة وتغريمه 50 الف جنيه لما بدر منه في حق الاتحاد المصر للكرة القدم نفسه وفقا لما جاء في تقارير مراقب المباراة وقررت لجنة الانضباط منع احمد طلعت عبد الرازق ضحى المشرف على الكرة في نادي اتحاد نبروه من المشاركة في انشطة الاتحاد المصر للكرة القدم 8 شهور وتغريمه 50 الف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه مع شبان البداوي وفقا لما جاء في تقارير الحكام طيب انت عايز تقول فيه دابل كيش فيه ازدواجية ممكن ممكن انا الملاحظة اه اللي ركزت فيها صد استخدث منها الات اه لجنة المسابقات كانت بتعاقب على جوانب ادارية خروقات ادارية مسلمتنش البطاقة ما حضرتش المؤتمر خدت انزار في انزار خروقات ادارية طرد مباشر لكن الجوانب السلوكية هتجد ان لجنة الانضباط كله لما بدر منه تجاه لما بدر منه تجاه لما بدر منه تجاه لما بدر منه تجاه اذا هي خروقات سلوكية فربما يكونوا هم اتفقوا يقسموها كده مع بعض لكن الملاحظة اللي انا عايز اقولها هو احنا خلاص دفلنا شكاوى النادي الاهلي اللي كانت تقدم بها امام لجنة الانضباط الانضباط والاخلاق ما ايه لجنة الانضباط بتعمل وبتعمل وبتطلع ماتشو ماتشو ده بتعاقب على ماتشات في نبرو الاهلي بعيد وماله بصرف لا بعيدة يعني انت معني بتوسع رقعة العمل لا انت مش معني معني باللي يجيلك جالي نبرو احكم في نبرو طيب عملت ايه انت بقى بشكاوى الاهلي يا ليك حق يا مالوش حق بص يا سيد إبراهيم اي احنا عايشين نفس الديلمة وكل ما نتكلم يقولك اذا كنت عايز تزبط الاداء اللوايح غير اللوايح لا مش تغيير اللوايح طبق اللوايح ايوه طبق اللوايح بالزبط بشكل حد وضقيق وفوري وعادل ومصطرة واحدة يعني يريد حتى الاسماء تتشال عشان يبقى يعني حصل التصرف ده عقوبته ايه كذا خلت صد كل يشعر انه هو هيحاسم لكن اللي شاعر انه هو ربما لايو حاسب طب هتردعه ازاي مش هتردعه ابدا طب واللي بتظلم على طول ده هتطلب منه الصمت ازاي مش هينفع الكلام فلذلك يعني لحد الوقت انا مش شايف يعني انا كنتم في الاول بقول تعالوا انثاني تعالوا نعمل لكن انا ما نش شايف مؤشرات حتى اللوايح اللي كنا بنحيي بها اللجنة التي تدير وبنقول زي بعضه على الاقل ما تعدلش وما تغيرش ها لانها مش ملزمة ايه فنفاجأ بتسريبات وكانها بلانات اختبار ان حيحصل تعديل في النظام